اشتركوا في القناة لها تجعل الجزيرة مناصرة للتيار الصحوي. فاستقطب كتابا صحوي. لأن الرياض في المقابل صار عندها الكتاب الليبراليين. صارت الجزيرة تستكتب الكتاب الصحوي. ما تقديرك أو ما تعليقك على ذلك؟ والله أنا أعتقد أن الجزيرة السياسة التي نسير فيها الآن أو نسير عليها الآن هي أن نعطي الفرصة بالنسبة للكتاب. وبالنسبة لنوع الطرح أيضا من اليومي أو الأسبوعي في مختلف القضايا سواء كانت قضايا محلية أو غير محلية اجتماعية أو غير اجتماعية من خلال سماع وجهة النظر الجميع. وليس الاكتفاء فقط في وجهة نظر واحدة أو توجه واحد. وبالتالي هذا ينفي هذا القول أو هذا الاستنتاج الذي ذكرته من أننا نحن اخترنا فقط كتاب الصحوة وبالتالي تجاهلنا الآخرين. أنت عندك تقول أنه أكثر من تيار يعني مش بس تيار الصحوة. بس هم يقولون أنه دائما عند الجزيرة إلا عبدالله بخيت يمثل التيار الثاني والبقية كلهم يمثلون التيار الصحوة. وإذا طريحت هذه المسألة على الأستاذ خالد المالك قال عندي عبدالله بخيت يوثلها التيار. أنا لا أستطيع الحقيقة أن أفرق بين عبدالله والبقية. لكن أنا أستطيع أقول لك اقرأ لي لمحمد الشيخ. أستطيع أن أدعوك لمتابعة ما تكتبه ميمال خميس. يمكنني أن أذكرك بكاتبة مثل فاطمة الاعتبي. لا يمكن أن أتجاهل عندي كاتب زي الدكتور عبدالعزيز السماري. وأمامك طبعا مجموعة كبيرة من الكتاب الذين يمثلون أيضا على الأقل في طروحاتهم الأمر الذي يختلف عن ما يقدمه مثلا زي ما تتوقع أنك ستذكره مثلا سلمان العودة. لا أنا أسألك. ولذلك نعطي طبعا لكل الأقلام وكل الأفكار فرصتها في الظهور من كيلر صحيفة الجزيرة دون التحيز لهذه الفئة أو تلك ودون إغفال طبعا وجهات النظر الأخرى التي نعتقد أنه من المفيد أن نظهر جميع هذا الأمر. أولا على القارئ أن يتفق مع هذا الكاتب أو ذلك. جميل. لكن من يطرح هذا الطرح الذي يندرج تحته السؤال قبل قليل. سألتك يقول أنه أنتم في الجزيرة تنشرون لشاعر الصحوة الدكتور عبي رحمان العشماوي قصائد شبه أسبوعية على صفحة كاملة ملونة باحتفاء كبير بينما لا تفعلون ذلك لآخرين. يعني مثلا نحن أولا الجزيرة كما ترى هي أكثر صحيفة تحتفي بالشعر العربي الفصيح بصفحات كاملة ملونة. فنحن كما ننشر للدكتور العشماوي ننشر أيضا للدكتور سعد عطيها الغامدي ننشر للأستاذ محمد الفهد العيسى ننشر للدكتور غاز القصيبي ننشر للأستاذ صالح المالك ننشر لآخرين وكل ممكن إنتاج الدكتور عبد الرحمن العشماوي أكثر كثافة فتنشر نعم هذا مرتبط باللي يعطيكم قصائد أكثر تنشر لا نطلب من أحد قصائد القصائد تصل إلى حدنا ونختار القصائد التي نعتقد أنها جديرة بالاحتفاء من حيث البناء الشعري ومن حيث الفكرة المطروحة بصرف النظر عن قبول رئيس التحرير أو توافقه مع هذه الأراءة المطروحة لأن هذه مفروض أن الجزيرة لا تتنحاز لفئة دونان جميل يقال أن الذي ذهب بخالد المالك من المرحلة الأولى كانت قصيدة على صفحة كاملة ما هي القصة كاملة يا أخي أنا هذا الموضوع طريع علي أكثر من مرة طريب سواء فيه من خلال لقاءات بل تحدث عنه الدكتور غازي القصيبي في كتاب وحياة في الإدارة تحدث عن نفس الفكرة بكتاب موجود بالسوق نعم يعني أنا أعتقد أنه كان هناك عتاب على نشر هذه القصيدة لكن عليك أن تتذكر بعد نشر هذه القصيدة كانت هناك عدة أشهر وأنا مستمر في عملي بالجزيرة وأيضا الدكتور غازي أيضا بعد نشره لقصيدته ظل في وزارته مسؤولا إلى أن صدر قرار بعفاهي بالنسبة لي ومسجل هذا أنه أنا قدمت استقالتي وهذا لا يعني أنه كانت هذه القصيدة هناك احتفاء بها وهناك قبول بما ورد فيها ولكن لم تكن لهذا التأثير بدليل بدليل عودتي مرة أخرى إلى الجزيرة بعد 15 سنة رجعت بعد 15 سنة يعني أنت تريد تقول أنه القصيدة ما هي بسبب ترك الجريدة ترك رئاسة التحرير أنا أقول ترك الجريدة مجموعة أسباب يعني الجزيرة خالد المالك ظل رئيسا للتحرير أكثر من 12 عاما الصرحة كصحيفة يومية وقدم ما لدي في تلك الفترة وأعتقد أنه من المفيد في تلك الفترة وقد كانت في قمة وهيئة الجزيرة في قمة وهجها وقمة نجاحاتها أن يرتاح ويعطي الفرصة لآخرين وهذا ما حدث يعني بصرف النظر عنه طبورك ما ارتحت ورجعت ثانية يعني خدت فترة استراحة محارف ورجعت مرة ثانية أنا أعتقد أني خدت فترة راحة وفترة تأمل واكتفيت بها ثم قررت الدعو وعود طبعا بطلب من أعضاء المؤسسة إلى عودتي بالنسبة لجزيرة ولم يكن خياري ولكنه كان خيار أعضاء المؤسسة جميل طيب أنتم تنشرون في جريدة الجزيرة صفحة